موسيقى السلام عليكم ورحمة الله و أهلا بكم مشاهدين الكرام لعرض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين هذا اليوم الثلاثاء الموافق للسابع والعشرين من شهر أغسطس لعام 2019 على الله توكلنا ونبدأ مع صحيفة الوطن والتي أبرزت مجلس الوزراء توظيف مائة وثلاثة مواطنين يوميا ضمن البرنامج الوطني البحرين تستثمر بثلاثة فاصلة سبع مليار دينار بمشروع السكك الحديدية بيان سعودي إماراتي الجهود مستمرة لإقاثة الشعب اليمني ومصحيفة الأيام نقرأ عيسى بن علي لصحيفة الأيام حرصون على إنجاح مبادرات ناصر بن حمد لتطوير سلتنا التربية عودة المدرسين يوم الاثنين والطلبة بعد عشرة ترامب إيران الدولة الراعية للإرهاب في العالم وإلى صحيفة أخبار الخليج والتي لفتت لهذا اليوم بدء تقييم المصانع الغذائية للتحقق من تلبية اشتراطات التصدير إلى المملكة العربية السعودية إقبال متزيد على التقديم لمشروع قضاة المستقبل وأخيراً مع صحيفة البلاد والتي استهلت في أولى صفحاتها لهذا اليوم مليون دينار لتطوير منظومة البث التلفزيوني خطاً ثابتة لإتمام بناء أربعين ألف وحدة نشرت صحيفة الوطن أن وزارة التربية والتعليم أصدرت دليل الامتحانات والعطلات المدرسية للعام الدراسي الجديد والذي يشير إلى عودة الهيئات الإدارية والتعليمية للمدارس في يوم الأثنين الموافق الثاني من شهر سبتمبر المقبل فيما ينتظم طلبته جميع المراحل الدراسية على مقاعد الدراسة في يوم الأربعاء الحادي عشر من شهر ذاته هذا وأعلنت جامعة البحرين عن نتائج الغبول ببرامجها للمرحلة الجامعية الأولى البكالاريوس والدبلوم المشارك للعام الجامعي 2019-2020 من خلال إرسال رسائل نصية للطلبة إلى ذلك تبدأ في الثاني من شهر أكتوبر المقبل أعمال مؤتمر البحرين للسكك الحديدية هذا المؤتمر الذي يعنى بتصميم وتطوير شبكة سكة حديدية عالمية ذات مستوى جيد في مملكة البحرين من خلال استضافة أكثر من 300 من كبار خبراء النقل وصناعة السكك الحديدية والمستثمرين ورجال أعمال ومديرين تنفيذيين وشخصيات مهمة في مجال الأعمال من داخل مملكة البحرين وخارجها إلى صحيفة أخبار الخليج والتي لفتت أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بدأت يوم الاثنين بتنفيذ أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير الشارع الشيخ زايد والذي ينفذ بتنويل من صندوق أبو ظبي للتنمية بقيمة 23 مليون و400 ألف دينار بحريني وبقالم طفل الخليج نقرأ مقالم في صحيفة أخبار الخليج بعنوان فضاء إليكم أبرز ما جاء في هذا المقال صدر عن حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة مرسوم بتنظيم الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء المرسوم يؤكد لنا أن البحرين تسير على طريق المستقبل والاستعداد لاحتياجات المستقبل بالنسبة إلى علوم الفضاء وتجهيز كل ما تحتاج إليه بدءا بالقوانين والتشريعات والأجهزة والكوادر البشرية والأجهزة الفنية والمشاريع المختلفة التي تحتاج إليها صناعات المستقبل ومن بينها علوم الفضاء التي باتت ضرورة لكل دولة ومجتمع تحفظ أمنه وتطور مجالات الاتصال فيه وهي مجالات واسعة لعلوم المستقبل سواء في مجال الاتصالات أو مجالات إدارة المعرفة أو مجالات العلوم الإلكترونية وغيرها ما يعني أهمية الاستعداد لكل هذه المجالات فنيا وبشريا وتشريعيا وتوعويا بحيث يقبل الناس على هذه العلوم والمهن ويجتهدون في مجالها ليكون للبحرين دورها ونصيبها بالعمل في هذه المجالات والاستفادة منها والإفادة أيضا هذا وكتب محمد المعتوق مقالا بعنوان مبروك البطولة الخليجية لكرة السلة للشباب فإلى تفاصيل هذا المطال الانتصارات المتتالية لمملكة البحرين في الألعاب الرياضية وذلك بالفوز ببطولة غرب آسيا في كرة القدم وبلوغ منتخبات الرجال الشباب والناشئين نهائيات كأس العالم لكرة اليد حصول منتخبنا الوطني للشباب على بطولة الخليج لكرة السلة في فترة زمنية قصيرة يعكس درجة الاهتمام والمتابعة والحضور والمساندة للأندية المحلية التي تعيش أبها سنواتها مع رفع الديون وتسديد مستحقات اللاعبين والمدربين والإداريين التي تتماشى مع رؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة نبارك لرئيس اتحاد كرة السلة ولأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري لمنتخب الشباب لكرة السلة واللاعبين الشباب وعماد المستقبل على المستويات الكبيرة والنجاحات المهمة والحصول على الكأس الخليجية بالعلامة الكاملة نتحول إلى صحيفة البلاد ونطالع منها أن جمعية البحرين لرعاية الولدين دشنت جائزة سمو الشيخ خليفة بن عدي الخليف للعمل الخيري وفاء لأهل العطاء في العام 2013 لتكون جائزة سنوية لتكريم رواد العمل الخيري في جميع المجالات خصوصا في مجال كبار المواطنين كما نشرت صحيفة البلاد أن وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد أكد أن حسم ملف مستحقات الرياضيين ثمرة من ثمار التوجيهات السامية لعهل البلاد المفدة جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أيده الله لإيجاد السبل وإنهاء كافة الملفات المالية العالقة والعمل على تحقيق المزيد من النجاحات للأندية الوطنية بقلم المستشهر والخبير القانوني عبدالقادر ورسمه نشر الصحيفة البلاد مقالم بعنوان سريان قانون حماية البيانات الشخصية إليكم أبرز ما جاء في هذا الموقع أولت حكومة البحرين حماية البيانات الشخصية اهتماما خاصا ولائقا وحضاريا وسريان القانون يبدأ من أغسطس الحالي وأزف وقت التطبيق ويلاحظ المطلع على القانون أنه تضمن المبادئ القانونية العامة الخاصة بحماية الحقوق الشخصية وقصد المشروع أن يضع البحرين في مستوى المعايير الدولية التي ينادي بها العالم المتحضر والبيانات الشخصية ينظم القانون التعامل مع البيانات عبر المعالجة ومن الشروط أن تكون المعالجة منصفة ومشروع أن تكون قد جمعت لغرض مشروع ومحدد وواضح أن لا تتم معالجتها لاحقا وأن لا تتم لدعم اتخاذ أي قرار أو إجراء بشان فرد محدد أن تكون كافية وذات صلة وغير مفرطة بالنظر للغرض من جمعها أن تكون صحيحة ودقيقة وتخضع للتحديث ينص القانون على إنشاء هيئة حماية البيانات الشخصية تتولى الهيئة كافة المهام وصلاحيات اللازمة لحماية البيانات الشخصية وهكذا القانون يمنح هذه الهيئة كافة المهام وصلاحيات لحماية البيانات الشخصية ولهذا أهميته البالغة في تنفيذ القانون بسلاسة وفي انتظار إنشاء الهيئة ليأخذ التطبيق مجراه القانوني السليم وإلى صحيفة الأيام التي نشرت أن هيئة المعلومات والحكومة الألكترونية أطلقت مشروع فرصتي والذي يعد فرصة لتطوير مهارات موظفي الجهات الحكومية وذلك بالتعاون مع مايكروسوفت ومعهد ثينك سمارت للتدريب والتطوير وذلك من أجل التنفسية الشاملة في مجال التقنية كما نقرأ من ذات الصحيفة أيضا أن مؤسسة إنجاز البحرين قالت إن وفدا من طلاب المؤسسة يستعد للمشاركة في مؤتمر الخريجين العالمي للشباب الذي يقام هذا العام في فيينا من 28 من شهر أغسطس الجاري وحتى الأول من شهر سبتمبر المقبل ولفتت صحيفة العيام أن الشابة البحرينية زخراء السيد باغر ابتكرت تطبيق أي دونر والذي يهدف إلى أخطار الأشخاص المتبرعين بالدم عن وجود حالات مرضية في أحد المستشفيات بحاجة للتبرع بالدم وبلا شك المحطة الأخيرة مع فن الكركاتير ترجمة نانسي قنقر وبفن الكركاتير المشاهدين نكونوا قد وصلنا إلى ختام برنامج صحفتكم لهذا اليوم شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر